أهلاً وسهلاً بكم مشاهدتنا ومشاهدين الكرام في عدد جديد من برنامجكم ديربي وسهلاً لكي يجيكم كل نهار بعد نهاية الكان فهيكون من اثنين إلى الجمعة وكيف العادة سيكون معي زميلي وسهلاً بن عبد الله وسهلاً أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك أناس وأستسمح على هذه الحلقة المعطوب منذ يوم السبت وأهلاً وسهلاً بمشاهدات ومشاهدي ديربي فود نعم واليوم سنتحدث عن مجموعة من المواضيع أبرزها الحديث عن البطرة وطنية وتعثر صاحبي المركز الأول والثاني وكذلك باقي الفرق سنتحدث عن السينيغال بعد 60 سنة من الانتظار حلم التتويج أصبح واقعاً والنجمة تتربع فوق قميص المتخب السينيغالي وكذلك سنتحدث عن مواضيع أخرى اللي ستكتشفون معنا من خلال الحلقة وكذلك سنتحدث عن السينيغال أكيد أيكم معنا ضيفنا لعدد اليوم شاريف مباشرة من السينيغال ناقد ريان شاريف 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 مباشرة من السينيغالي وكذلك سنتحدث عن السينيغالي شاريف meد شاريف مباشرة من السينيغال أكيد وأكيد على السينيغال ناقدرني هواتد على تلك المنزل يتعرفون يتعرفون بحقن تقوم بحقن إنه مرحبا يتعرفون يعني أنه يتعرفون هذا المنزل هذه المنزل تتعرفون نعم كما نعرفون تتعرفون نحن 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 على هذا المنزل الذي يحبون كيف يمكن أن يكون أعيد المعامل لكي أرادتك لكي أرادتك لكي أرادتك لكي أرادتك لكي أرادتك لكي أرادتك ويأعتقد أنها محاولة في الوضع موضوع نعم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر بالطبع بالطبع اذا كان وغيرت نحن نعرف أجل بالطبع 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 فهل عمضان هل عمضت بحقيق مع المنظم مع المنظم لكن أفعل بعد المنظم في 2002 كهل عمل عمار محل ومحل 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 هناك موسيقى الأنسان لديمه المنزل ومن المنزل ومن المنزل هم موسيقى هم موسيقى المنزل 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 موسيقى بعد هناك هناك اشتركوا others pharmacوitt معظم منهم ك別نا bezpie Start ومن المنزل حدا من المنزل الجميع بعد il المترجم للترجم للترجم للقناة المترجم للترجم للترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هو أن اللاعبين اللي فورمي في الأكاديميات مغير كورة عندهم طالعقل والمعقول والآداب والترابي والحياة والصيرة الداتية واللاعبين اللي خرجوا من الزنقة من الأندية للأفين وجوش كعندهم الموهبة بحال بأدي أكثر ولكن مع دمج التربية لازم اللاعب محترف ما جودري رفنير معكم شريف على شيء مختلف سعراك شخص أكثر من صغيرا في كل أجل في هذاال حالة م quantلات المنزل من يعقل للحياة لتحسنت رحلك استطع تحسنت واحدة مملت ماضية شخص التي حصلت على الى لو طبيقان يدي للتعالح widzل للتعالح میرا حتى أي تشكري في ذلك، لكني أعتقد أن الواضحة في المقابلة ستجد ان تجد هذه المقابلة لتجد في المقابلة ويقوم بشكل مقابل على بعض المقابلة الأخوة التي أعطب فيها مع أصدقائها كانت لعبة لفرصة في 2006 في عام 2006 في عام 2000 كنت محضرت أيضا لقد كانت تقرأت من أماماً إلى الأنوان مع الإطالية هل تعتقد أنك سنغال كانت يحادثون على طريق حسابة حتى الأنوان؟ لا أدري أن أدري أن أعرف هذا لا أدري أن أدري أن أدري أن تتعلم لماذا أدري أن نرى أنه لن نرى أن نرى أجل 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 يعتقد أنه لا يوجد أجل أجل الضغل هناك هناك أكثر 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 مجلين ودعونها للغاية اثناء وكن ذلك أذكر التخير في الحمسة الجدية يتتحدث أكثر من هذا الحمسة لأنها المنزل في أكثر ولكن ومن المتابع يسين بأعافة من الأفضل من الأفضل من الأفضل من الأفضل من الغمتالية في المناطق نقول أنه لا يسعر فيه لذلك ليس سيئًا وليس سيئًا الإجيبتة هي مجموعة من المناطق في المناطق في المناطق و في العالم لذا كان ليس سيئًا ومن المناطق من سادجان ماني لقد أصبحتنا الكثير لأنه ماني لم يكن في المناطق بعد التصالح ça se voit mentalement ça l'a touché mais je dirais que l'Egypte n'est pas une petite nation de football donc on savait que ça n'allait pas être facile ça on le savait Monsieur chéri la vedette la vedette Manet a eu le courage de tirer حتى الجالسة تحبطت لنحن جيدة لنسجر بضل إذاً ، سألت بيخالك ثم مستخدم ألاً . التي تتعرف امتلك عليكم restez avec nous on vous remercie je demande déjà à monsieur le réalisateur de nous donner les images ce que je m'ouvre tu as joué j'ai fait dans la vidéo je vais traduire j'ai fait c'est j'ai fait ce que j'ai fait c'est 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 رجاجل رجاجل اشتركوا في القناة 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 ولكن إلا بقينا نحسبوها كده بالنقيطات كل ماش وكل ماش نتقلقوا إلى خسرنا ولا تعادلنا ونفرحوا إلى ربحنا هنعد بوراتنا بزاف راجاء قصة خجلنا فقط بطريقة عاجلة وطريقة شمولية وأول حاجة هي قبول ملف المالي لراجاء والملف المالي لراجاء ما تتقبلش وأنا تناقشت معها بزاف ديال ديال عضاء المكسب للراجاء اللي ما فهمينش علاج لأن حالياً ولت واحدة المعطيات جديدة لتتراقبها الفيفا وبالتالي بزاف ديال الراجويين وبزاف ديال حتى منهم تموسي دراجاء بالنسبة لهم نقصوا جوج لاعبين اللي كتشدوا 450 و280 نيس لـ 130 وزادوا هاتسعود اللاعبين كلهم لما زال موصولها 930 وبالتالي على القصو من القيمة الشمولية السنوية ديال الأوجور وبالتالي مكين تموت كلمة شي تقولي مين في ديال هوم هاد الحساب وولتي يقولو زيادنا الولا فيه الحساب بوحدك يش يطلق وبالتالي ما شيدا هو الحساب اللي كهين الحساب اللي كهين حالياً هو أن دكش اللي راجاء خستخلص بدون الانتدابات من هنا لهاية الموسم غير مضمون غير مضمون واقعياً غير مضمون بواتائق غير مضمون بضامنات بنكية غير مضمون بمداخل ضرورية يعني حتى لبلان يعني تقرير المالي الاستباقي اللي كندر تستعانيس واللي كندر فيه 10 مليون درهم دير الجمهورية مبقى شكينا كندر فيه واحد زيادة في السبونسور مكينة جنياً اييد دار فيه واحد لزانانس جداد لزانانسور جداد لما زال مجاو يعني هذاك هذاك لبلان بريبيزيونيل اللي كان في شهر أكتوبر الآن تيبان بإنما ما يمكنش يتحقق إلا إلاج واحد رقم مالي ضخة في ميزالية راجع باش إما بهذا تذكر افتراضية إما بفكرات يليسوسيو إما 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 راجع تفوز بحسوة الحبطال وتخلطة المليار ونص وبيتدخلص حل المشاكل لها كلها وبالتالي راجعنا لكشف له كشف له هو القيمة البوتولة وتكاس العرش وفي نفس الوقت ما زال ما قدش في الحالة الراهنة تضمن على الأقل تقرير المالي دي لحتي يونيو ونتنظن وككلمة كتبت راجع هذه فكرة خاصة وكتبت راجع فكر وخلص على الأقل لك لا ترون دي السبتوم كان يمكن يكون عنده ملف أقوى فتيقول لك مراقبة المال تيقول لك كيف لي أن أعطيك لاعبين جدود وانتما ماذا ما نخلص النص في المنحة السنوية دي اللاعبين اللاعبين والراجعون تيقول لك ولكن السنة الماضية أكد سنونا عامين وثلاث سنين وكسوز حتى السنة الماضية كنت حكمو في عصنا المغرب عن المغرب الخطأ الخطأ تكتسامح تكتسامح مع جميع الفرق نعم ما بقاش ما بقاش ما بقاش بيننا وبين رأسنا تبا قلت الفيفا هزل على الصوق ستتحرش فينا وبالتالي هذا المنطق ديال نحن خلصنا الديون للعيبية السر مليار ودبا الديون ديال ومين السعام ما بقاش قبلها لفيفا إلا كان الديون السعام الفيفا تتخل لك وخليك مع هادو بعدها تكلف بيهو باش تريش عندك مش عادة نزيل كنت تريد تشريح حاجة خرا وبالتالي تحتيل راجا قداد تاخد الميل الفيفا وأتمنى ذلك بكل صراحة لنراجا لنمي نجيب القطعان الفراق بين عاشتين وضوح هالا بدا هنعطي هنعطيهم شوية بشوية مطلاء راجا قلول هال ميل الفات رخصات تتخلص بزاف ديال من الفات قبل يونيو نخص نجيب تكون مجدرسة راجا وي نخص نكون مجدرسة بأن كان إمكانية ديال منح راجا من المي كرات تدي الصيف لأن مغير تشير طايحين طايحين نزاعات اللي ما بقاش تدوز بالجامعة علش الجمهور ما كانش يحس بالنزاعات قبل إن أي نزاع تخسر في المغرب كانت يدوز للجامعة تخلص من 600 مليون تسعطيك كل عام وبالتالي الراجا ولا الويداد ولا الماط ولا الكوكب ولا طانجة ولا جديدة ولا وجداء شو ريز هم يمكن تديرو الله يصبح لك 600 مليون ويبقوا اللعيبين اللي تسالون يتسالون على حسب العوام حتى جنوب هاد المعطاء تغير القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكوكب وبالتالي النزاعات المقبلة كل الصور اليوم إما تخلص ولا تمنع ما إشكال تساهل للجامعة لأن جامعة الفرق اليوم تتعيش فرطة معك من الأسف كان كيبان أن ربما الفرق الجامعة تساعد الفرق لكن في آخر المرطة فالتساهل كولنا أزمات مالية عند مجموعة من الفرق أنا أكبر خطة فوزي القجاع في مسيرته كرئيس الجامعة منذ 2014 والتساهل مع الفرق الشي لأخو كل كلم زيان وكلم زيان وكلم زيان وكلم زيان شوية فهذا التساهل مع الفرق وتدبير مالية الفرق إخفاق ولما قلت إخفاق عند رمضاني لزيف الناس تقول الانتقاد للتلفوزي القجاع خفيف لا هذا ماشي الانتقاد خفيف هذا أهم انتقاد هذه الحياة اليومية للكوان المغربية المنتخب ماشي الحياة اليومية للكوان المنتخب تشوفو سبع مرات في العام الأعلى تقدير تشوفو فلاكان مرات في العام عين تشوفو كاسعان مرات في ربع سنين البطول الوطنية وفرقنا الوطنية هي وقتنا اليومي هو روتيني اليومي دي الكل النهار وبالتالي إلا دخلوا الفرق المغربية الأندية في الحيط فالكورة المغربية بمنتخبها وببنيتها التحتية وبدكشي كل لنجح في سلقجاء لن يساوي شيئا أمام لفيد الأندية وبالتالي أنا كنت تجمل الله هذه ثلاثة سنين سنين بوحد بحش حمق وما زالت تجمل الله تجمل بوحد وحسيت دابعات قال لك إيه واسيدي هذا رئيس يخلي رؤاسة لي يجيب الفلوس هذا رئيس لي يجيب فلوس الرجم ما تطلعش على مليار ولا خصوية مليون رجع تخرج بالنفق المنح السنوية تتخلصون بسهولة نالي رجع تتخلص بسهولة حال ستدير الفتح دابع حال تدير جيش دابع هذا واقع حال تدير بركان دابع ستكون رجع خرجت من هزمة محد رجع تتسالها ترونش واحد من سيناتور فالرابع خرجت من هزمة لها 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 للمغرب الفاسي الفريق لي لمويت وجد لا تحط للكوكب لا الدفاع الجديد هذول الفرق كلهم من خرجوا من العزمة ولا موسيار طريقة علمية حصرية معقلانة حتى يبدو يخلصوا لسالر 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 تزول من المعجم دي المغربية سالر أنويل سالر موسيار سيبقى تخلص فقطو لساعة السياس سأقول لك سأخذ جناب من الماء ونرى جليد نعم هنا لدينا ثلاثة الفرق أوساما كيف لا أذكر كل الفتح وكل بركان وكل الجيس الملكية هم ثلاثة الفرق التي لديهم توازن المالي حاليا وليس لديهم باقي الفرق سأذكر نا على الراجا تتعيش جميع الفرق الأخرى وداد حالة الستناء التي ممنوعة من الانتداب من طرف الفيفا فبتلي هذا هو الواقع اليوم للكرة مغربية وهذا هو الإشكال الحقيقي لا أخصنا جروح لأن الخطأ ليس لفرق وحدة يطلق الفرق الأوروبية يطلق للعب تقبيع سيئاناس تهيات في التضخم وتمشي لافايل الإفلاس نعم نعم فرق فنانسي بالنسبة الأوروب مهم ودك شي علاش المديرية الوطنية اللي تدبي لتفتش تدبيع المالي للفرق ومراقباته هادي مديرية أهم حاجة شي فرنسا المديرية أهم لجميع نعم ورحنا نوصل الفرق اللي ما تقدش تطلع لنا ما عنداش الميزانية تطلع والفرق الفرق اللي يطيحه إداريا نوصل لها عما قريب ولا تظنون أن شي فارق كيفما كان يسموه يقدر يمنع مع القضية تنقل وتنقود لأن الحق فيها بزال بارك من ذك الإيمانات اللي عندنا راسخة ضده لأنه اللي ما عنده التمعنى اللي ما عنده التقييمة علمية فلهذا خصدولة المغربية على بنسبانية لأن تسهلت مع الفرق تجعل شي حل هذه الجميع الفرق نحن الوضع وصامة بالنسبة لي لا يوجد شي حل من غير ضخ ضخ يعني ميزانية معينة لا لا يوجد ضخ يوجد ضخ لكي تتوازن ومن بعد مننا أي فرق من بعد مننا أي فرق لا 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 يعني التدخم ووصل الأشياء أخرى سويا يبط في حاله ويطلعوا فرق وخلال ليس قدر أنا متصافق ضخ ولكن لا يوجد لنا بردكي الراجاء حاليا تستحق ضخ الأموال لأن عندها مكتب شفاف واقع هذا عارف اللي كان راجاء كلهم الفرق اللي ما حافظ لديهم بزيان كلهم لا يوجد الدول الضخ فيهم لذلك الميزان نيفو تستعهيل إدارة الفرق صارم وعدخ الأموال نعم وكين أيضا حلم الحلول السعودية هي التي تتخلص الانتدابات نعم السعودية ليست الفئة التي تخلص الانتدابات بل المكتب المجلس أولمبي لهم التي تخلص الانتدابات في الفرق كخسابة المجلس يفالي الانتداب باش يعرف رأسه يخلص من بعد لأن المشكل في كوال المغربية هو أن باش تنتهي بلاعب رأسهلا سكي سينياتور صافي ولكن باش تفكر رأسك من بعد باش تخلص سالم من لك العقد وما هي وما لونها نعم ولذلك قسنا ندوز يمكن الهيئة عليا دي الانتدابات مغرب اللي هي اللي تقد تخلص الانتدابات الفرق عندها وتخلص اللي يتيج يمكن تخصد الهيئة لطب على شل كان حل ترقيعي حاليا أسما وهو استمح بدخول الجماعير على الأقل لأنه يدخل ميزانية الفرق خصا الفرق الكبيرة يدخل ميزانية مهمة جدا واللي مع كامل الأسف اليوم ما زال الإغلاق رغم مجموعة من الإجراءات التي كتبان أنه في نفس التطلعات المساريح السينيما كان بزافت المساحة التي هي مغلقة اليوم فتحت في وجه الجمهور ولكن الملاعب قرى القدم لا أرش هناك تخوف من الاستضام مع الإلترات التي تنهض أنهم يكون إجبارية الإدلاء بالجواز وش أشياء أخرى تبال لك أوسما هي التي تبقى لنا الجمهور اليوم لا أنا جمهور لا حل مهم لا حل ترقيعي نعم ترقيعي منضج الدولة المغربية لك عندها معطاية صحية مخالفة تعطيك الجمهور لك تخلي الفلوس لا أظن يمكن تعطيك الفلوس لك فالو وهذا هو المغزى دي الاستقبال الرئيس الويدا ورئيس الراجا من طرف عمدة مدين دارويدا وحدتهم بقيمة مالية كبيرة لكن قيمة مالية حرق ترقيعي علامة بديناش ندفعو شوية أكتر من لك شيني تناخدو أنا بساقوش ندفعو قريبا من لك ناخدو منه سينو نحن 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 الأقل الفرق بين لك شيني تناخدو ديون ديون ما تفوش القيمة الحقيقية ديون ما عفوش فهم جميع دول العالم عايشة بالديون جميع الشركة عايشة بالديون ديون تكون فايتا القيمة الإجمالية ديون نعم كين دي طو أشير وراك والناس يقول لك راح حقا حت الناصري لا علاق له به هذا اللجنة لا علاق له نهائي لا من قريب ولا من باقي وبالتالي إلا بقي نصن في كوريف في كون بلو بأن حت الناصري ما ما روكريتاش ما ما خللاش روكريتاش أبقى دايير في واحد حلقة مفرغة وما فمتحاجة نعم وانا تنبغي الجمهور ديالي تنبغي من قلبي أنا تنبغي شيبقى دايير في الحلقة مفرغة تنبغي يعيش معايا كيف ستدبر جمهور رجاء وإن ديالي ديالي تنبغي يعيش معايا بالواقع كيف ستدبر رجاء مشاكل هالمالية ومن المعن الويدالي سنخرج معايا الشفافية سننوعد جمهور ويدالي ديال بنفس شي وانا سنعود نوجه دعواء رسمية لرئيس الويدال مرحبا بي وكني يجي تنقش معايا بالأسئلة واقعية أسئلة حقيقية ما شير بالهدراء الخاوية أنا ما بغايد يجي رئيس الويدال عندنا مرحبا بي ومن تسلموش لما شير مش يرد نكون أصحاب احنا ندعو العمل ديالنا كصحافيين وهو يدعو العمل دياله كرحيس فريق ونحاول ندخلو الشفافية حتى في الويدال والجمهور الويدال يبقى تابعنا في ذلك الساعات يقول لي تهو عارف شنو واقع في الكورة المغربية وشو الاحترام احترام نوصلون معنا الاحترام نعم فمجموعة من التعليقات الناس كانت تكلموا في موضوع ويسمع كانت الناس بقى ما شفت فين تكلموا ذلك المستوى الذي تكلموا فيه قبل أن تحاسبوا مع الفرق في ميزانية وماذا تحاسبوا مع الجامعة أو لا سليم سمين داردار الجامعة لا يوجد مشكل مالي الجامعة لديها المستشهرين لديها الناس الذين يدفعون فائد ويتخسر ذلك الشيو هذا كل فائد ديمن كين نفهم نحن بني نتكلموا اليوم على ديون على أزامات مالية لا يمكن نرشع لجامعة ونتكلموا نتكلم على الجامعة وفين عند المشكل نعم هذا القادير الذي قلت ما هو المشكل وما هو السبب هو لديها المنتخب التي خسر الجامعة تخسر 20 مليار لا تخسر 20 مليار على المنتخب الله يديكم 20 مليار داخل فيها وحد كده 40 مليار تتل في إراق نعم المنتخبات الوطنية كلها ليس المنتخب آليف المنتخبات الوطنية سوف نقسم 15 منتخب إلى 16 بين النساء وحدا المشكل ليس وحد أنا وياك سنتصفق لأحق القادية نعم اكتداء من اليوم لا يمكن أن تدخلوا لهذه الهدرات الهدرات الكمبلو لا يجاوبوش عليها لا يجاوبوش لا يجاوبوش أنا فاهمك أنا فاهمك اللي بغا لا اللي بغا يبقى يفكر هكذا حيث يفعلوا في بليزير وهذا شي تعاونه باش يعيش بزيان فرح بسحته هذا شي اللي يقلي وحطابي من فساني البارع وحطابي ونهزين اللي تلقيته قليسي وسماء تقال في القادية الناس اللي بغاين يصبوه وبغاين يضنوش يحويش باش يعيش بزيان اش بغاين تزول لهم علميا هادشي خليوا بايشوا شو الخيال بايشوا في السعادة ديانه نعم المشكلة المالي اذاك المشكل اللي بدأ في 2013 هذا واقع 2012 2013 واللي تحل وتحل 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 واخر على الأقل رجل برات باش تبع جوج لعيبي وتحل باش تدخل 11 مليار ونص باش حلم وصل الواحد الوقت اللي الهيكل اللي فيه فمقاش قبل الفراخ المغربي مشو بالقصوصا وأن لا كاف تطلق سنة المقبلة لسوبر ليج افريكان من كش تطلق سوبر افريكان اللي في الويد دوراجا وهو مفد الحالة المالية ما يمكن ش نعم الكسيدي جميع عرب تبت عقد من حساب النالي بموناق معيان يعني الجامعة لديك خمسينية مليون اللي ما قيم ما دخلت لخصان دخول نعم في التاري ذات الشاكل خصان تهيد جنو ما قبلت الجامعة ما تقول لك الجامعة الجنة ماشي الجامعة الجنة المراقبة كيف ما دخلت الحصة دابا بس من كيف يتو 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 في بكتب الرجا ويجب ضمانة بانكية بسميته ويضع في ميلف هذا ما تدير سعيد النصري بجي مجاك يجب ضمانة بسميته من البانك لذا يجب بكتب الرجا يجب اللي يلبس عليهم وليزيدهم الخير فعلى الأقل يجب ضمانة وليس لا يضمن ه يضمن على الأقل نعم هنا واحد للقضية ووساما هناك موسير خاص يكون عنده حلول وليس بقيت كامل الأزمة محمد الروحان ووساما بزف ولكن بلا هذا محفوظ رداز معايا لنروا معاك السيالي محفوظ راح له أوراش كثيرة فراجة أوراش عقلانية وأوراش علمية راح لا يمكن العلول يجب تشهر لا يمكن راح لا يمكن راح الحل يجي لك الفلوس في الويدات الشيامات لا يمكن تشهر الراجة فريخ يسير دائما بديموقراطية وبشفافية دائما كان فريخ دائما في التاريخ دياله دائما حلو المستشهرين بزيف نسكي بل أنه خاص للرئيس يجي بمستشهرين وكأنه عالم الاستشهار في المغرب يعني عالم جميل ويدره دخلا كبيرا مع الأسف هذا ما شوى الواقع أو لا لا أو سلم وحد السيل قالك أنا سألغمق على الناس لفتحوا بركان والجيش في عقل المخزن عادي تكون عمعدة مجزاكي لا سيدي هذا في عقل المخزن وخاتخوض المخزن بعدها بركان مجزاكي المخزن يعني بركان الرئيس يمكن أنه نوفو الفتح الفتح والجيش يمكن الفتح لا يمكن الفتح شويا رجل ويدل نتاق معك الفاقي لا تدخلوا مع الدولة قد رجل ويدل لا تدخلوا من المشيق قد رجل ويدل والتالي بيزانيات ما ما وصل نص للرجل ويدل لذا هذا شي كنت الحق دم ثلاثة المليار سنوية لتعطي الدولة للجيش الجيش للدولة الجيش للدولة تقول يعطي فلوس للدولة تدخل فيها رجل ويدل ثلاثة المليار نعم وبالتالي بالتالي هذا النقاش من الضمين حيث الدولة نقاش خاوي وكيف تدفعوا كثير رجل ويدل متصفق معكم متصفق مئة في المياه وما يمكن علاقة الميزانيات التي لديهم لا يزيد شي يفوتوها ويجب يفوتوها يفوتوها لهم يفوتوها ربط الشركة بالنادي من أجل الشفافية أولا ثانيا لازم تكوين المسيرين الشركة تغيش وقتها وما يمكن شركة في إمتى نحتاجها أولا نحتاجها في الاستثمار ويجي مستثمر فرق الآن مؤهلة لكي يجب مستثمر الشركة بلوس الشركة ما هي غير طريقة تصيير برصة جمعية أو ريامة جمعية كارية تشارج دفتر تحملات والمهم والتي تبني الاحتراف نعم رأي راجع والبيدات صحيب تكونوا شركة أنا أنا لم أتقش عنهم تكونوا شركة سنكون دي 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 أغرون سوسيو راجع ويلاح سكانوا مئتين ألف سوسيو بحل ريال ماضي دي برصة ولكن يكونوا مدبرين كجمعية بشركة تدبيرية أفرخ كبير أما هذا راجع كفريق شعبي والويد كفريق شعبي تعطيه الخواص رأي صعيبة تهي نحن نحن فلسفيا وكيف فلسفيا أوسام القانون 30-0-90 الذي يداب حاليا هو أن تبقى دي من الأغلبية في الشركة عند الجمعية لا 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 الغي 30% بالفرنسية والثلاث بالعربية الخطأ بين القانونين الثلاث تقع الجمعية تيار بلوكاج وكيف تيار بلوكاج تقع الجمعية لا لا يسمح لأن الشركة الكبرى تأتي N-V-S-T جيد N-V-S-T وإن تطلع capital capital قد يتبع الجمعية ستثبت من الجمعية إذا يجب أن يجب أن تتثبت هذا الرأس المال يأتي قد يطلع capital لا لا يريد أن تدخلوا بسرعة التكنيك ولكن الناس يفهموني نعم المشكلة ليس مشكلة الشركة المشكلة هو تناكل وكثم وتنأخذه بانس فدول إشكال المشكلة التي تتوى زونات المالية فغنمش ووسمو تكلم على مقابلة الويداد الرياضي ونحن ونحن نحن بقى هذا فد الأمر هذا لأنه يتعلق بكل فرق وليس بفريق رجع رياضي فبتلاش أشك من أكثر هذا الموضوع نعم ووسمو هذا يشعر في الطالية مع كل أسف ونرغي نحن فريق فريق اقتصادي تقبيع رجع الرياضي في الفوتبول يكون أكثر 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 من الفرق لا يمكنك أن تكون قبيعة نعم ومع مقابلة الويداد الرياضي التي أمام تحطة نفجه والتي فرقت مقابلة تعدل كيف لم أصبقه ذكرت في نهاية المقابلة سأضع هدف الفوز لفريق الويداد الرياضي كيف كانت المقابلة بالنسبة لك أسام كيف كانت ضعيفة نحن أنني أتفكر لأنني لم أتبراح بسبب أحدهم أخراف في الوقت تنسين طفل رأيان يخرج الله يرحمه فتفرش في الويداد مع الطانجة ثم الماس مع البركان ثم المباريات في الثلاثة كانت مباريات لبداية السنة يعني هذا التوقف الكبير البطولة الأرخاب يضلالي على التنافسية في البطولة وبالتالي جميل الله بحث أن نعود المرشد من الأول لذلك الفرق الستة مشلتها هدف بغير راجو برشيد يعني الفرق الستة شلوج هدف يعني هنا تتبالك حصيلة ضعيفة والويداد التين عبت مباريات متوسطة كان يمكنها تربح الأخير لأخيها لولا الهدف الذي تم تضيعه بطرف الشرنشم لكن بصيفة عامة ليس لك الويداد اللي كانت فلوت سنة مسيطرة سترة تامة على البطولة نعم وهت الإشكال هذا وسماء كيف يبدأ لك راجع لديك التحضيرات اللي كانت هذه المدة أو غير ريتي مهبط بالنسبة لجعهد الفرق هذا لا ريتي مهبط ريتي مهبط ويطلع بشوية بشوية مع كل أسف هذا الفرق ستلعب يوم جمعة وسبت عصبات الأبطال تقول لها يعني جاءت هذه عصبات الأبطال قريبة بزار نعم وبكل صراحة عمي تتفكر تتشوف ما فهمش علاش ما كاش مفهومة علاش البطولة توقفت توقف كله لان جزائرية لعبات مرشت كلهم تونس لعبات مصر لعبات حواش فورين مصرية يعني كنا نخللوا شوية الريتم على الأقل كنا نبدأوا البخومية توقف فهذا الوقت فشتخليه واحدة نافوزين يريد أن لعبات جمعة وراجعة السبت ويجوجل لعبين ثلاث البطولة ويعود يلعبون ماتشا خور ثنية أسف عندما يبدو يلعبون يجع في ثلاث أسابيع المقبلة يلعبون السر وماتشا ثلاثة في البطولة ثلاثة في أفريقيا وبالتالي زعبه مع كل أسف وصله بدون تنافسية وبدون ريتم لهذه الكأسة الأفريقية وكنا نطلعه يوصله أحسن طلبه الله مع تولي المباريات يطلع ريتم ولا سياقع لا يوجد شك وكنا لا يتعدبون الفراغ نعم وسمع بخصوصي فريق الرياضي بدون انتدابات الفريق أو المجموعة التي كانت حاليا كيف كتبه لك؟ الجمهور أكيد ما عنده شيء خيار أخر إلا يدعم الفريق كمدرب أو لاعبين رغم أنه يكون عندك اختلاف مع الرئيس ولكن كيف ترى مجموعة قادرة أنها تنافس وقدرة أنها تلعب أو لا يمكن أن تحكمه حاليا وقد ترى مجموعة نفسها على البطولة لأنها عند الصندقات للفرق الراجعة وعندها مجموعة جديدة والجيش والبركان والفرق والفرق والتابعين بالتالي في نهاية الأسبوع برسم الجولة 16 ومتحدث عن الفتح الفتح والفريق الذي أنهى الفترة الأولى بقوة وكذلك عاد بنتيجات أيضا قوية مرة أخرى مع جمال السلامة وكذلك لا يمكن أن أعرفنا الفتح مرة أخرى لربحات ثلاثة في أرباط وبالتالي المباراة المقبلة خارج الرباطية التي تبيننا الفتحين وثلاثة كما كان لحال فتح سلابي لا علاقة ألاب وفتح سلابي نعم فتح سلابي على بعد أربعة دورات بـ 21 نقطة يعني على بعد خمسات نقاط مصف الثالث وربعات نقاط مصف الثالث وربعات مصف الثالثة وربعات نقاط منطقية مع المستوى ومع ومع يعني الشكل البشرية التي لديها نعم لذلك الفتح كمثال الذي خرجت المقابلة بجوجة للصفر أمام شباب محمدية حيث فازت وكذلك مولدية وجبة والأمبيك خريب قتلتها الجوجة أسامة مولدية وجبة أمبيك خبرة مباراة يعني الوجديين الذين لم يلعبون للاعيبين المتدابين لذلك فازت مباراة مهمة قد تنفسه على الأقل حتى لعبات أغادير التي ربحتها وبالتالي تقفص مقابل الأخير ولكن تتضح بأن سرع واضن مولدية في القسم الثاني والمكان الثاني في النزول سيكون هذا العام صعيب وصعب جدا من الفرق المهمة مهمة جدا مهمة جدا حسنية العودة أسما وماذا نتيجة صدفة لذلك حسنية أغادير انتصرت على خصم مباشر في المنطقة ومينة أنها قمت بها الخصم بأنها لا تستحق ذلك المكان وبالتالي تنظلم أن حسنية أغادير أعطت بعض البرادي بأنها ستخرجوا من الأزمة مع وجود لذلك ستخرجوا لذلك ستخرجوا نعم دفاع الحسنية الجديد لفاز بوحد السفر الأولمبيك السفر الأولمبيك السفر وكذلك المدرب طالب الذي تحق مؤخرا بالفرق نتيجة منطقية لا نتيجة نتيجة لكل منطقية فبالتالي يعني ذلك اللوفوغي اللي كانت مع طالب في أول مباراة تقصت شوية تدنات شوية ودبعات ما زال ما أخرج من القوقاعة وخصوية يرجع للك النتائج اللي يداري مع طالب في الأول ما زال ما أرتاح مقابلة مهمة جمعات شباب الرياضي السوالم مع الجيش الملكي ونتهج بتعادوا هدف مثل أسامة صراحة لم أشاهدت المباراة مع كامل لأسف ولم أعرفت ما نوقع فيها في حين أنه لأنه رابع على السوالم لأنه كان أولاً الجيش الملكي عنده وكان جايبا شيف دي كلها وكانت أعطاها السوالم فربض وكانت مباراة نتيقها وأسفل السوالم بعد جمواني مهمة وما زال ما انتدبت يعني أن تدبت ما زال ما تقبله نتيجة أكثر من مهمة من سوال السوالم ونتيجة يعني مخيبة للآمل من سوال الجيش الملكي الذي يضع عنه بكثرة وجيش الملكي وحد الوقت كان باين والذي يكون على الأقل الثالث في عودة أهل كثيراً في الحسن الماضية أم لا الثالث في مهب في مهب كانت منه إن شاء الله نعود أن نرى الفريقين يكونوا بقوتين أكبر بشأنهم تبقى ذلك الحلاوة بطلهم مقابلتنا ومغرب الفاسي المغرب الفاسي المغرب الفاسي لديه مشكل كبير هو أنه تعطي لقوة الكورة يسيطر تخرج ميدانيه ميدانيه المغرب الفاسي يسيطر في بركانه ولكن في أي وقت كان عنده إمكانية تشجيله لفرصة واعدة يتم إجهاضها بطريقة بشعة وبالتالي المغرب الفاسي مازال عنده مشكل كبير ديال ديال التهديف وديال يمكن معه يتقبل بالمعاشية وتقبل التهديف يمكن يقول له مغرب الفاسي في فريق آخر ولكن وعودت أوتشانغا من القابون وكل حد الآن المغرب الفاسي عنده عقدة ديال التهديف يعني تدير كل شيء مغير المغرب الفاسي يعني المباراة ديال التهديف كانت صحيح كنتي صار خافي في المغرب الفاسي لما قدتش تديروه بخلاف بركان التي لم تسيطر نهائيا على المباراة وما بينش بأن بأن هذا الوقت اللي ارتاحت سافدت منه نهائيا نعم أكيد أسما فنهيوا الحديث على البطولة ونمشيوا أيضا تكلموا على ما هو مغربي في كأس أمم إفريقيا وهذا المرة نتكلموا على الحكام أسما نتكلموا على الحكام تحكيم اللي شرفانا وعلى الأقل هو حرز ميدالية اللي مقدرناش أننا نحرزوها إحنا في كأس أمم إفريقيا فبتالي كان الحكام كان مستوى جيد أنا منذ أول كأس أمم إفريقيا وأنا أطبلوا للحكام المغاربة وبثالث الناس ذاتهم ولكن أنا كنت فخورة جدا بالفار خصوصا أنك انتقادت للفار في المغاربة ونبينوا للحكام المغاربة بأنهم يمتازون في الفار أكثر منذ مناعيم ومضرع أفريقيا والدلال لذلك أن نهاية اللعبات بفار مئة 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 البرينسي تنظر نولي اللعب وهو غشرة كربوبي أكبر عدد المباريات في الفار كذلك الجرمومي فتح لعبات كأول مرأة حكمة مساعدة أول لعبات في الفار تحلم مرأة بالإضافة إلى زوراق اللعب تحلم مباراة في الفار يعني تحكيم لكن كان الفار فيه بامتياز مغربي وهذا بالنسبة لي أفتخر به وكذلك رضوات جيدة حسن المساعدة والحضر اللي ما كاش عنده وأن خلاف اللي ما يأخلو الكجابي وأن مصر تأهلها في النهاية لو مصر لم تتأهل النهاية كان 90% رضوات جيدة ومن سيطلبوا النهاية والدلالي أنه أداراً النهاية الصغيرة كما يسميه ألمان الأبتيت فينال مباراة الترتيب وكذلك وكذلك المباراة في الفار بين الفار والواسط وبالتالي تحكيم مغربي بيد لأنه لا يوجد عزمة رجال نهاية في إفريقيا نعم أسامة في نفس الإطار والحديث على الفار وتعلقنا في الفار لا يوجد لك أنه صراحة اليوم يحتاج إلى أكبر عدد من الكاميرات للأسف مع كامل أسف نرى المستوى النقل في سطل الكاميرات فلا ينفع الحكام هذا يجعلنا أن نعيش الجدل بقوة أسامة وكذلك المشكلة حقيقة عندما تتبت الجدارة الحكام على المستوى الأفريقي فبتالي هناك خلال ما من نوعين آخر أكبر لا تتكلموا على الجمهور الذي يحب النقل كيف يريدون صراحة اليوم يحتاجنا المنتوج أو المتريال نعم يحتاجنا كاميرات مثل هذه لا ينفع نعم ولكن يحتاجنا أن نتعطلوا أقل يمكننا أن نتعطلوا أكثر لأن الكاميرات لا يوجد الكثير ويحتاجنا أن نتعطلوا أكثر لأن الحكام في الوسط سيكون لا يجعلهم لا يجعلهم عندما يجعل التعطال ويجعل نعم الفيفا تحلل المشكلة في العالم الجاية يتحرك تحرك عم يعني 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 يتحرك يقولوا لا يستطيع أن يستطيع أن أرجع مجددا أقول لي أن التعطال بنت بوضوع في جميع الدول العالم ليس في المغرب المغرب كان زيت شوية في المغرب كان هناك مشكلة أخر وأن حكم الوسط يقلطون بالزافع ليس معقول وليس منطقي حكم يصحروا الوفار لا يعقل لم يكن لدي الحكم كان الحكم يدك سبعاً لا أخطأ تؤثر ليس منطقي خاصة تطوير منظمة التحكم وأيضاً تطوير خاصة مغربة خاصة حكم مغربة يقولون لديهم شخصية ولا يخافوا نهائيين من الجمهور ولا من الفيرة خاصة كلهم نعم قبل أن نغلق كل ما هو مغربي سوف نأخذ الترتيب بعد نهاية أفريقيا للمنتخب المغربي وتعرف تغيير للمنتخب المغربي وإنما على مقدمة الترتيب البداية من سينيغال في المركز الأول و 18 عالمياً المركز الثاني أفريقياً في المغرب و أيضاً مركز 25 عالمياً نيجيريا مركز 32 عالمياً ثالث أفريقياً و مصر 34 عالمياً الرابع أفريقياً تونس في المركز الخامس أفريقياً و 37 عالمياً تراجع تونس نعم لا تريد شيئاً لا تريد شيئاً لماذا في مصر يجب أن نقاط أكثر من سينيغال الذي أدت لكم المواجهات لها لا لسبب من مصر مصر فازت هذه فرق أحسن منها ترتيباً سينيغال كثير من الأول يهمل والتعادة أمرًا الهولد نيجيريا فازت على مصر و بالتالي خدمت نقاط مصر خدمت أكبر عدد نقاط كيف صحفت الإمكانية؟ أشترك كثيراً وكثيراً مع بوركينة مع بوركينة فاصو لذلك كانت تعطيناه ترتيباً كثيراً وكامتون أيضاً الجزائر كانت مع سيراليون وخثيراً مع إيكواتوريال وخثيراً مع كود ديفور علاقاً من الفئة 5-55 بأجد مالية ستقسط 28 بأجد و كل ديفار ستقسط 21 بأجد جزائر 21 بأجد فلتقسط دائماً بأجدها مع مصر ليسدداً فكاننا شوطة 22 لأنني خسرات مع أمين خسرات مع السينيقال ستقسط دائماً وبالتالي سوف نأخذ موكا غنسات لأنها خسرت مع المعب سباكا وخسرت مع القابون وخسرت مع جزول قاما نعم يعني حصيلة على مستوى الترتيب الفيفا تبقى إيجابية لكن على مستوى الترتيب مع مصر لكن فاتت سنتين ونصف ومشي بوحد طريقة جميلة بزال نعم فما لماذا نرجعون ونشرحوا عن الترتيب وماذا نفيدنا الترتيب نعم دينات اللقاب وهذا نعترف به لكن لن نتحدث شيئا نتكلم عليها أسامة ملف المغرب سيقفل مرة أخرى مع البرنامج القادم للمقابلات بعد ذلك نتحدث عن مصر أيضا والمقابلة للمصر والحديث والمقابلة التي يخسرها في نهاية ضربات الترجيح فهنا في البرنامج البطولة في القسم الوطني الأول خرجوا ثلاثة دورات فهنا صعيب أن نقرأ كله أسامة ولكن شكولنا أبرز المواجهات التي ترونها خصوصا في الدورة 17 لدينا الماس والسوالم، لدينا يوسفية برشيد للفتح، لدينا حسين تقادير ودفاع حسين الجديدي لدينا شباب محمدية واتحاة طنجا، الجيش الملاكي مرودية وجدة، أولمبيك خريب غارجة الرياضي ويداذة الرياضي في مواجهات سريعة واتزم، وأولمبيك اسفي في مواجهات نهضة بركان أبرز المواجهات بالنسبة لك أسامة؟ لا، المواجهات كلها بارزة، لماذا خرج ترون الفراقية للراجة والويداد والبركانة اللي لعبوا هذه المارتشات كلهم، اللي لعبوا تروا مارتشا لك وضع فيك، ستنة المارتشات في الوقت اللي فيها كله، ما تلعب براف سيمانا، وبالتالي سهل تدبير الأمور تضل المبارزة، ولا تقلص أي بعدها، أي نقطة، ولا تقلص أي نقطة نعم، أسامة، بالنسبة لخبر اللي عندنا خاليين وهو أنه ريني جيرار حكمة لتص بما مجموعه وتلجميع وستين من الناس نعم، سيفة، 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 سيفة القرار اللي عاد خرج اليوم، عود تاليك للمخرجي حطونا ففلانتين، أصدرت حكمة التفكيم الدولية، قرار عافية، ولي في شكاية جامعية، قرار روني جيرار ونيكولا جيرار وجيرار برناديت، التي بمجيبة تمتطع في قرار الصالحة للغرب الوطنية في كل نزاعات، ومرة أخرى، الفرقة الوطنية لفض النزاعات للجامعات، تخسر ملف آخر أمام التاس، وهذا غير منطقي قي، وقد أقارت التاس 360 ألف دولار لغني جيرار، يعني 380 مليون، 330 ألف أورو لنيكولا جيرار هي 360 مليون، و 26 مليون و 400 جرار برناديد مايو و 277 مليون 277 مليون 362 و 380 هي 740 740 و 277 هي بالضبط مليار و 17 مليون بالإضافة للتكاليف والمصاريف كلها يتحمل الويدات هذا مليار آخر يضاف الويدات فهذا الوقت بالضبط الويدات نقوم بـ 150 مليون وبالتالي هذا الشيء قد ترى شك موى شك الجر شك موى عندك حالة هذا الشيء لا لا راجعة ولا الويدات راجعة أقل راجعة انتوصية دياله محروفة للجاية فكيف هذا الاسم كله نعم هذا الشيء كنت أذكرت أنا بقعات المزيان في واحد الحلقة تقريبا المبلغ الديون والنزاعات اللي غير يأتي في طريق ما بين 3 حتى الـ 4 مليار نحن ذا باليوم كنت تكلموه على ما يقارب جهة المليار حاليا هذا الميل الميل في ديال المنع وهذا جهة المليار نعم وذلك ما جئي الميل الفتخ هذا تتكلم تعليه تسمي تحمق عقوساما لا 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 أحد أقول لي أنا أتكلم أنا أعطي أنا أعطي رأيي وأعطي الخبر أنا أعطي الخبر وبالتالي من بعد اللي بغا يتغل يتغل ما عليك مشكلة نعم أنا أعطي سوف نظم كنت تشوف حتى هذه الأزمة هذه اللي بغا اللي بغا يعيش مزياد لكي يعيش مزياد لما يتغل ويتغل لكي اللي بغا هو أنا قابل قابل من المؤسف جدا أوسما لنشوف هد المبالغ كلها الفريق بضو الرياضي لأنه أنا أتكد سيساعد النصري بأن يغلبو لم يكن أحسبه لأنني بالنسبة لي الثانية كنت شكيت بندرب على الأخطاء وبالتالي ما الذي أعطيته للبطاس لم يكن أول عليه نهائية مليار و 17 مليون بلا المصاريف ما غير المصاريف الميلف ربما تكون 50 مليون قريبان أو أكثر أو حسب الميلف لا نريد أن تكون لا نريد أن تكون لا نريد أن تكون لا نريد أن تكون هذا ما الذي أقول لكم تخرج أولا كان في البطاس خارج واضح لا يوجد نقاش نعم أخبروا به الآن هذه القادية في البطاس يعود سعيد الناصري يمشي المحكمة فيدرالية السويسرية هذا المهم سيستكلد المجدد يعود أن يتحدث واحدا من الفيفا من خطيه أخسرها من الضغط وإذا لم يكن يتحدث لم يكن أقل لن يتحدث أن نحكم لديها في البطاس شهر ونص شهرين 60 مليون شهر ونص شهرين عندما تفيده لأنه يعني من هنا شهر ستاة إلى كنتي تربح حتى تلت شهر فلا ما ستستفيده لأنه معك من الأسف سيأتي مركاته الصيفة ويأتي مركاته المشكلة لأن القضية لا تبقى لك شهرين 10 مليار لهذا الدرجة لدينا مكاتب قانونية لهذا الدرجة لا يوجد قانون لهذا الدرجة تنسخفه بالعقود شهر يدعي مليار الله من هذا منكر سنين في البلاد لا يدعي مليار لكن هذا ما يسمى اليوم لا يوجد مكاتب قانونية والذي لدينا مكاتب لا يوجد اختصاص القانون من الأساس لا يعرفون ما هو القانون وهم الذين يحطم مثلاً ساعد ناصري كمستشارين في ما هو قانوني والذي لا يفقه فيه أي شيء هل يسعب اليوم لك شيء جبعون قضائي وصافرة المشكلة الأفضع بكاتب مما تأخذ المشكلة هو أن الليجان المستقلة للجامعة الملكية المغير والخدم لا تعملوا عملها بإتقان وبالتالي تتساهلوا مع الفيحة الكبرى نعم أسام هذه الليجانة يعني أكثر من مرة يكون الحكم هنا وفش كمشي والطاس كان نأخذوا أحكام ضد دائماً المجرى لإخداء الأحكام للجنة النزاعات ربما لدينا حكام التحكيم للولاد لدينا في المغرب كذلك لمشاة فائدة النهجة أسامة ممكن أن نرى أن المغرب يحرم منها أو ما هو الرأي بهذا الخصوص أعود السؤال بالنسبة لأن لجنة النزاعات اللي دائماً تأخذ بجموعة من الملفات تصدر فيها أحكام وكامشي والطاس تلقى العكس للجنة هذا من جهة هذا يصل إلى واحد الساعة بأن نخاف أن نكون وصلنا لها لجنة النزاعات دائماً والطاس ولا دائماً لا تقعى أي اهتمام لقرارات الجامعة ويصلنا إلى هذا الهتاب فتقدياً نتعدده بزي بزي بس نرجحكها باش ما نقعش تقع في السلطة حتى على بلادي لا نرداش نوصل إلى هذا الهتاب نرداش نعم ودعباً ودعباً كانت التاصل المغربي نعم التاصل المغربي اللي بدأ يخذ دوسيات وين عسهم وإلى التاصل العالمي جاء الدلائل لا يتشي هيزول التاصل المغربي نهائياً وتحرمهم الحكمة تحكيم الرياضية المغربية لا يا عقل حسن الحكمة تحكيم الرياضية المغربية تكون فوق الجامعة تكون مع القانون لا ترحمتها واحد نعم وحتى من أنت في الميل فاتل تصل لقاء نفس الأحكام وهذا الشيء يريد أن تزكيد هذه المحكمة تحكيم المغربية ويجعلنا نعيش في جوة الأطمئنان والديمقراطية التي نتكلم على ما بين جميع الفرق مع كامل أسر في الموضوع يستحق ربما وقت آخر أو سنة لكي نعطي تفاصيل لا لكي نوع عسل في لدي رئيس لجنة العقود لكي نعطي تفاصيل فإننا يدوز معنا الأسبوع أرطي تفقنا لكي نعيت له ثلاثة لربعاً مرات هذه الأشياء مع كل أسر المريك ووصفت له ميزاج بأنه في الشيما ومزر في الشيما تنظن أننا قد نخذوها للأشياء وتنوى عند الجمهور الكريم ستكون حلقة معه ستكون حلقة معه ستكون حلقة معه في هذا الأسبوع إن شاء الله لكي نتكلموا بالوضوح على جميع الميل فاتل لا دراجة ورفاق أخرى داخل لجنة مراقبة المالية ولجنة العقود في جميع المريكة المريكة نعم أكيد وحتى نشرح للجمهور يعني الطريقة التي تتكلموا بها الآن الميل فاتل التأهيل لكن الجمهور سميثة لأوسم قالوا لي الناس بأن الزميل المحمد المغودي خرج تدوينه فيها بأنه رجعت منها رسمياً من رجعت منها ورسمياً رجعت منها ورسمياً رجعت من الانتدابات تنظن المغودي عنده أخبار تسلو بالداخل وهذه القضية التي تتكلموا رسمياً في هذا النقاش أنه إلا رجعت الضمانات أخرى فرصية ما يمكن أن تقول نعم تأهل اللاعبين لا يوجد وقت محدد بإمكانه أنه أسبوعين أنه يمشي وإعطاء الضمانات ويقدروا يريكوبروا هذا الخطوة التي تطلبوا الفترة للانتقالات أسامة أمشيون تكلموا عن المنتخب المصري وتكلموا أيضاً نأخذوا فيديو بشكل مباشر لكي نتكلموا على الخروج رغم أنه نعم 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 سيديقال واجد تقنيا وكراويا وطاكتيكيا ومتخب مصر كان من فوق بالنفس والعزيمة نعم وصلنا لنهاية الحلقة أشكرك جزيلا شكرا على المرار وليت صحيح نعم رازيزو ولي مركة يعني البلانتي اللول مشي هو اللي ضيع أشكرك أسامة نعم شكرا على المشاهدين أول ضربة جزا محمد عبد المون عيملي كان ممتاز في المباراة ضيع ومحنة لاشيل توضيع أبونا صغل عبايرمين اختوضيع وبالتالي ما كنت ساد يوماني قدف ببشاعة ضربة جزاعة الأولى وشجل ببراعة ضربة جزاعة نعم شكرا لك أسامة نعم شكرا لك أسامة على دير بيفوتو أيضا على صفحات وسامة بن عبد الله كل يوم على الساعة السابعة مساء الآن أشكركم جزيلا شكر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة